دخلت البصرة على خط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بغية الحصول على حصة من القرض المالي الذي من المزمع منحه إلى الحكومة العراقية لدعم مشاريع في مجال النقل والطاقة الكهربائية بقيمة تتراوح بين الخمسمائة مليون إلى مليار دولار وقد أعلنت الحكومة هنا عن اتفاقها مبدئيا مع بعثة الاتحاد الأوروبي التي تزور المحافظة على إعطائها نسبة من القرض الميسر بعدما قدمت ما تحتاجه من ضمانات كان هناك نقاش ونقاط إيجابية حول إمكانية حصول البصرة بالخصوص على قروض ميسرة من البنك الأوروبي الاستثماري من الاتحاد الأوروبي وهناك موافقة مبدئية وسيكون هناك بضمانات من وزير المالية ووضع الاتحاد الأوروبي شروطا ميسرة بما فيها الفوائد وفترة سداد مبلغ القرض الذي ما زال يفاوض العراق عبر وزارة المالية للحصول عليه والذي قد يساعد في حل جانب من الأزمة المالية التي تعصف في البلاد وتسببت بإشار بعض المحافظات إفلاسها ومنها البصرة لكن الأوروبيين يؤكدون على أن بدون الحد من الفساد قد تتبدد أموال القرض على مشاريع لا جدوى منها شروط القرض الميسرة الذي سيمنح للعراق فوائده قليلة جدا عشر سنوات بدون دفع أي مبلغ مادي لبنك الاستثمار الأوروبي الذي سيعطي القرض وبعدها سيجرى سداد المبلغ على مدى 25 عاما لكن حتى يساعد القرض على تطوير البنى التحتية للبلاد فلا بد من القضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري وهذا من واجب الحكومات المحلية والاتحادية صراحة قالها الأوروبيون لحكومة المحافظة التي كانت الأولى بنسب تعاط الرشوة بحسب مؤشرات الفساد الرسمية أن الأموال التي سنمنحها إياكم لا بد أن نعرف كل دولار أين يصرف فيها لضمان وصولها إلى العراقيين نشارع ناجحا صراحة الأوروبيون قابلها وعد حكومي بالحفاظ على أموال القرض وعدم هدرها من خلال الاعتماد على آلية تضمن إنفاقها على المشاريع التي رصدت من أجلها وكما وضع الاتحاد الأوروبي شروطا على الجهات الرسمية العراقية هي الأخرى وضع شروطا على الشركات والمقاولين الذين قد يناط بهم تنفيذ المشاريع في وقت اللاحق لدي هناك آلية للمحافظة على هذا المال ووضعها في المكان مناسب من حيث اختيار الشركات من حيث اختيار من التعامل معه بشكل جدي من الاستفادة من الأخطاء السابقة وطالما أن الاتحاد الأوروبي والجانب العراقي متفقان على أغلب شروط القرض فما هي إلا مسألة وقت وتحصل البلاد على أمواله التي تأتي في وقت عسر من مدينة البصرة سعط قصي الحراء الحراء